اشتركوا في القناة تعالوا نتدبر كلام ربنا جل وعلا عسى أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله انتهينا في سورة القلم من قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وبينما هم في هذا المشهد المهيب من مشاهد الآخرة يأتيهم بعد ذلك التهديد الرعيب الذي تذوب له القلوب والجبال يقول الله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون تخيّى رب العالمين الملك العظيم يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث دعني وإياه سأكفيك أمره فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ماذا ستصنع به يا رب قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ما هو الاستدراج كيف يستدرج الله تعالى الكافر أو المجرم قال الله تعالى وأملي لهم أملي لهم يعني أمد في أعمارهم وأعطيهم من الدنيا ونعيمها وهم لا يعلمون أن هذا استدراج وهذا اختبار وفتنة فيقيمون على معصية الله ولا يشكرون الله فيزدادون إثما على إثم كما قال الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا فالكافر كلما زاد نعيمه في الدنيا يزداد إثما ويزداد طغيانا من حيث لا يعلمون يظن أن هذا كرامة وهو في الحقيقة عذاب له وهذا الاستدراج في الوقت نفسه فيه إمهان لهذا الكافر ربما يتوب إلى الله تعالى يعطيه الله تعالى فرصة في الحياة قال سنستدرجهم وسمي هذا استدراجا لأنه كأنه ينتقل من درجة إلى درجة من درجة إلى درجة من نعمة إلى نعمة من نعمة إلى نعمة ويظن أنه في كرامة وخير كما قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كيف وأملي لهم فهذه الآية فيها تحذير شديد من الإغترار بالنعم إذا رأيت الله تعالى يعطيك النعم فاحذر من معصية الله بعض الناس الآن ممكن يعيش في نعم في الدنيا ولا يشكر الله ولا ينتبه لنفسه ويتوب إلى ربه ويستعد لآخرته بل هكذا يقيم على المعاصي ويظن أنه على خير وأن الله تعالى أعطاني وأكرمني فهذا هو الاستدراج الذي ذكره الله تعالى هنا كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه بعض الناس أمكن يفعل المعصية فيما بينه وبين الله ولا يحترم حرمات الله تعالى ويتظاهر أمام الناس بالصلاح فهذا مغرور بالستر عليه وكم من مفتون بالثناء عليه يثني عليه الناس وأنه كذا وكذا فيدخل في نفسه العجب ويفتن بثناء الناس وهكذا كم من مستدرج بالإحسان إليه ولذلك الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل وجعل يثني عليه يمدحه فقال أخشى أن يكون استدراجا أخشى أن يكون استدراجا فالمسلم إذا أنعم الله عليه بالنعم لا بد أن يعيش بين الشكر والخوف يشكر الله ويحمد الله يستبشر بنعمة الله وقد يكون هذا من علامات الكرامة والرضا لكن في الوقت نفسه يعلم أنه ربما يكون استدراج من الله تعالى فيخاف ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويتهم نفسه أنه ربما ما شكر نعمة الله قال وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ لأن الكيد هو أن توقع الخصم في الفخ وفي العذاب بدون أن يشعر وفي العذاب بدون أن يشعر إن كيدي متين فيمهلهم في الدنيا ويعطيهم من الدنيا من دون أن يشعروا ثم بعد ذلك يأتيهم العذاب والموت وينتقلون إلى النار والعياذ بالله إن كيدي متين وأمام هذا الاستدراج وأمام هذه الغفلة وهم في استدراجهم في متاع الدنيا يوقظهم ما المانع من الإيمان لماذا لا تؤمنون قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم أجرا على اتباعه والإيمان برسالته ما قال إذا أردتم أن تسلموا ادفعوا لي مبلغا من المال لا نبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الناس شيئا كان أزهد الناس الدنيا فالله تعالى ينكر عليهم ما المانع لكم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هل سألكم أجرا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون تراكمت عليهم الغرامات والديون وأثقلتهم الديون ولذلك ليستطيعون أن يؤمنوا برسالتك لأنهم إذا آمنوا ستترتب عليهم ديون وغرامات طبعا لا إذن ليس المانع من الإيمان سبب يرجع إلى يعني الشهوة وحب المال في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما طلبهم مالا ولا دنيا ثم أيضا نفى أن يكون المانع شبهة عندهم قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون يعني هل عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يريدون من أنهم على الحق وأنك على الباطل لا طبعا ما أنزل الله عليهم كتابا وما عندهم أي علم من علم الغيب إذن لا شهوة ولا شبهة يعارض بها الوحي والإيمان إذن المانع من الإيمان هو في الحقيقة الحسد والبغض فما للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمن إلا أن يصبر في طريق الدعوة إلى الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت فاصبر لحكم ربك تأمل هذه السورة كما مر معنا سورة الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم ختمت بالخلق الجامع الصبر الصبر الإخوة خلق جامع يجمع الأخلاق كلها لو نتوقف عند هذه الآية فاصبر لحكم ربك الصبر يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر الصبر واسع لكل الأخلاق ولذلك ختمت هذه السورة التي تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم الله تعالى قرر فيها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وبيان أخلاق الكفار الفاسدة وذكر قصة أصحاب الجنة تحذيرا من خلق الكبر والبخل ثم ختمت بالخلق الجامع الصبر فاصبر لحكم ربك تأمل في الصبر الصبر يشمل كل الأخلاق والأعمال الطيبة الله يقول فاعبده واستبر لعبادته ما يمكن أن تصلي الفجر أن تقوم الليل أن تحافظ على صيام الأيام الفاضلة إلا إذا صبرت نفسك ما يمكن أن تختم القرآن في الشهر مرة أو مرتين إلا إذا صبرت نفسك وجلست بعد الصلاة مع كتاب الله تصبر نفسك انظر في الأخلاق العفة صبر عن الشهوات والمحرمات مثلا أيضا الشجاعة صبر في ميادين القتال الزهد في الدنيا صبر على فضول العيش الصبر على الرزق اليسير قناعة في الدنيا الصبر على الغضب هذا هو الحلم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين الصبر على بذل المال يجعل لسان كريما وسخيا وهكذا في الحقيقة كل الأخلاق الحسنة ترجع إلى الصبر فاصبر لحكم ربك فالصبر هو جماع الأخلاق الطيبة فمن صبر نفسه على الخير فاز بأعظم الأخلاق قال فاصبر لحكم ربك والمقصود لحكم ربك الحكم الديني الشرعي الله تعالى أمرك بالدعوة فاصبر وكذلك الحكم القضائي القدري إذا قدر الله عليك إعراض الناس عنك أو سب المشركين وأذاهم فاصبر لحكم ربك ثم ذكر له أيضا يعني مثالا في الصبر قال وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَ وَهُوْ مَكْظُومِ إلى آخر الآيات لكن لعل الوقت أدركنا نكمل ما تبقى لنا من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا صلى الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة